تعد طائرة سولر إمبولس 2 العاملة بالطاقة الشمسية والتي من المقرر أن تجري رحلة حول العالم في العام 2015 مختبراً للتكنولوجيا والاختراعات حيث عرضت أمام أكثر من 500 شخص من بينهم شخصيات رسمية وديبلوماسية في مطار بايرن في سويسرا في كل مرة أنظر إلى هذه الطائرة أتذكر طفولتي كما تفعلون أنتم بالضبط إنها كارتون دامبو في الرسوم المتحركة الخاصة بولد ديزني وتتميز هذه النسخة الثانية من سولر إمبولس بألواحها الشمسية التي يبلغ باع جنحيها 72 متراً أي بطول جنحي طائرة إيرباس ووزنها 2300 كيلوغرام اليوم هذه الطائرة موجودة وهي أكثر الطائرات روعة يمكنها الطيران من دون وقود نأمل في أن نتمكن من جعلها في كل أنحاء العالم وفي العام 2010 حلقت طائرة سولر إمبولس واحد على مدى 26 ساعة متواصلة مظهرة قدرتها على تخزين كمية كافية من الطاقة نهاراً في ألواحها الشمسية للتحليق الليلي ولكن الطائرة الجديدة ستكون على موعد مع مغامرة أكبر إذ ينبغي أن تحلق 120 ساعة متواصلة وهي المدة اللازمة لاجتياز المحيطين الهادئ والأطلسي ضمن رحلتها حول كوكب الأرض